اشتركوا في القناة التوازن المالي كان يسير وفق الخطط المحددة وبتنفيذ المبادرات الواردة فيه إلا أن انخفاض الإرادات بسبب تراجع أسعار النفط وتدعيات جائحة فيروس كورونا كانت لها انعكاساتها معربا عن تفاؤله في أن يكتمل تحقيق أهداف البرنامج مع حلول عام 2022 كما أكد المسقطي أن لجنة شؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ستبقى دائما على تواصل مستمر مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهات المعنية بالحكومة الموقرة لضمان التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالمستجدات المتعلقة بالشأنين المالي والاقتصادي